السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا حبيبي معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي النهاردة جايلكم بوصفة جميلة جدا لتبييد البشرة هتخلي وشك زي الامر ان شاء الله هتستخدميها بالليل قبل ما تنامي وحتحس الفرق جبير جدا في بياض بشرتك وصفتنا النهاردة سهلة جدا وجميلة جدا مكوناتها بسيطة ويلا بينا نقول اي مكونات وصفتنا وقناة وصفتنا هي عبارة عن معلقتين من الاشطة الاشطة يا بنات اللي هي بتطلع من اللبن يعني يفضل ان انت تطلعيها في البيت من اللبن وانا كنت قبل كده قلتلكم ازاي نطلعها من لبن هتخد وش الاشطة وحتربيه كده بيأتيك بحركات دائرية دائرية هبصت تلاقي اللبن انفصل لوحده والاشطة تفصلت لوحدها انا بعملها عندي في البيت كده وبطلعها بالمنزر اللي انتو هتشوفو دلوقتي ده وهنحتاج معلقتين او تلاتة من النشا حسب ما الوصفة بتاعتنا قوامها يكون كريمي يلا هنعمل الوصفة مع بعض وما تنسوش تشتركوا في القناة اللي ما اشتركش في القناة وتعملولي سبسكرايب وادفع علو الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنقدمه على القناة ان شاء الله ويلا بينا نعمل الوصفة مع بعض ادي الطبق بتاعي هو هي احلى بنات وحنحط معا ادي القشطة هي تما وريكوا قوامها الاول اهي دي القشطة اللي انا عاملها في البيت اهي هنحط معلقتين من القشطة بالشكل ده اهو يا بنات عيزاك تستخدميه قبل ما تنامي وهتلاحزي نتايج جميلة جدا في بشرتك اه تحطيه قبل النوم على طول هتحصل على نتايج جميلة جدا جدا وهتشوفي ادي كده القشطة معانا حتناها هنقلبها تاني مع بعض كده بالشكل ده عشان اه نحصل على قوام ناعم جدا اخويا بنات بالشكل ده تقل بيها كده شايفين بقيت عملة زي الكريمة ازاي بقيت يارب تكون واضحة قدامكم اهي شايفين اه بعد ما قلبناها بالشكل ده هنحط عليها بقى معلقتين النشا بتوعنا هوت وهنبدأ نقلب تاني بالشكل ده يا بنات ان شاء الله باذن الله الوصفة دي هتحجيبكم جدا وهتعمل تبيض للبشرة من الاول استعمال وهي هتشوفو عايزة رأيكم فيها يا بنات بجد اللي استعملها اه يعني حتى انت بعد ما تستعمليها اكتبيلي تعليق وليلي اي رأيك فيها مش عايزة منك غير كده شايفين يا بنات تبصوا بقى قوامها معاني زي الكريمة ازاي كريمة خالصة اهو بالشكل ده هتعملي ايه طبعا هتشتفي بشرتك بالمية الدافية زي ما قلنا اه قبل اي مص يا بنات حاولي تخسري بشرتك بالمية الدافية دي اهم حاجة علشان بشرتك طبعا تبقى انظيفة وتفتحي المسام وهي عشان الوصفة بتاعتنا اه تقدر اه تجيبلك النتيجة اللي انت عايزها باذن الله اه حاتفتحي المسام بالمية الدافية وبعد كده اه هتتهين الوصفة ديت على بشرتك كلها اه هتكيب معك نتيج ممتازة جدا هتسبيها على بشرتك نص ساعة وبعد كده هتبدأي تمسحيها طبعا بالمنديل الأول وهتقوم تشتفي بشرتك وتخسريها بالصبون بتاعك وهتحصل على نتائج جميلة جدا جدا والله يا بنات وبعد ما تخسريها طبعا لو عايزة ترتبيها بمية الوردة يكون أحسن لو مش بتحب تستخدمي مية الوردة بأي كلم مرتب عندك وهتشوف الفرق ببيض في البشرة جميل جدا غير إن البشرة هتبقى طرية وجميلة بإذن الله جربوها يا بنات وهتدعوني إن شاء الله شوفكم الوصفة الجاية واقع تنسوا تعملولي لايك لو الوصفة عجبتكم وما تنسوش تشتركوا في القناة لو ما اشتركش معايا في القناة عايزين القناة تكبر بيكم إن شاء الله وهشوفكم الوصفة الجاية مع جي جي كل حياتي